تسببت خادثة في جاري أجهزة البيجر وكذلك بعض الأجهزة الأسركية الأخرى في لبنان بحالة شاملة من عدم اللثقة والريبة في العالم من المستوردات الألكترونية فيما تصدرت ثلاث دول واجهة لشبهات متعلقة بشركات مصنعة أو المولدة لأجهزة البيجر في لبنان وهي تايوان وبولغاريا وهنغاريا وفقا لمصادر مطلعة فقد تبين أن العراق استورد أجهزة ألكترونية وهواتف بأنواع متعددة بقيمة 22 مليون دولار من بولغاريا و16 مليون دولار من تايوان وأكثر من 3 ملايين دولار من هنغاريا ويكون المجموعة المستورد بأكثر من 40 مليون دولار أجهزة ألكترونية وهواتف ذكية وغيرها من منتجات ضمن هذا الحقل من هذه الدول الثلاثة خلال العام الماضي